الظلم الأكبر وهو الشرك بالله جل وعلا وتقافة الشرك هي السائدة اليوم في المجتمعات المراير تنفق على الأموات والأحياء يتدورون جوعاً في الجبال برداً مع الأسف أموال مراير ميزانيات أين ذهبت عقول هؤلاء الذين يقولون بأننا سنعملوا على ترشيد النافقات أوقاف أوقفها المسلمون لا ينبغي أن تغير وأن تبدل بجرس قلم الأجداد والآباء الرجال في كل مكان أوقفوا وحبسوا الأراضي والممتلكات يعني من أجل هذا الدين لأن الوقف جاء به الدين ويعني نقول في حكم المعدوم أو شاد أن تجد من أوصى بالإنفاق على الأضرحة والزواء الشركية أحياءنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات ناهيك عن الصناديق الدخمة التي يقتصم السدن فيما بينهم قرابين وأضاحي من باهمة الأنعام تدبح على العتبات شرك بالله جل وعلا في بلاد الإسلام ملايير ملايير الله عز وجل يقول وَلَا تُؤْتُوا السُفَهَاءَ أَمْوَلَكُمْ كلُّ مَنْ يُنْفِقْ مَالًا أَوْ نَفَقَةً وَيَحْتَانِ وَيَجِدْ لِمُصُوِّغَاتِ وَالْمُبْرِّرَاتِ من أجل تكيف النفقات على غير ما أرد لها المحبسون والذين أوقفوها لله عز وجل طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون معنى الوقف في الشرع وبدل وغير فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فلا إتم عليه ولكن الإتم على الذي يبدل وعلى الذي يغير وكل مسؤول يعني هذه الكلمة فقط والله الذي لا إلى غيره ترتعش منها فرائصه كل إنسان يعلم معنى المسؤولية كل مسؤول سيسأل بينه ذي ربي جل وعلا لما جاء ابن النتبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعينه النبي صلى الله عليه وسلم على جمع الصدقات فقال هذا لي هذا أهدي لي وهذا لكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جلست في بيت أبيك وأمك وأهدي إليك ما بال عامل نستعمله ثم يقول هذا لي وهذا لكم وقص اليوم على هذا الحديث على ما يجري في مجتمعتنا فإلى الله المشتكى واقع مرير حتى 83% كما ذكرت الإحصائيات بالأمس من الشباب يعيشون اليأس والقنوط لو خلّي بين الناس وبين الدروس والمنابر والجمع وبين التوعية لرجعوا لماذا؟ لأن المناد الفطرة يستجيب مباشرة يستجيب مباشرة الفطرة مهما يشوبها من شوائب فهي دائما مستعدة للرجوع إلى الأصل نحن الآن لماذا نقول لهم إن نسألك الجنة ونعمل ولنتكل على أعمالنا في ذخورنا إلى الجنة لأننا نريد أن نرجع إلى موطننا الأصلي نحن غرباء في هذه الدنيا غرباء شهد دنيا 60, 70, 80, 100 سنة أنت غريب أنا أقولها دائما لو أن الظالمين فتحوا كتاب الله عز وجل وتمع عنوه وتدبروه لما تجرأ أحد عن الظلم سواء قولا أو فعلا أو حكما لكنهم مع الأسف تركوا كتاب الله وراء ظهورهم فكيف ينزجروا؟ من لم يعظه كتاب الله عز وجل؟ من الذي سيعظه؟ من لم يتق الله من خلال نصوص الوحيين؟ متى يتقي وكيف يتقي؟ من يخشى الله عز وجل إلا العلماء؟ إذن هل فكرنا مليا حينما نستشعر المسؤولية؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو أن نارا نفخت فيها أضاءت ولكن لا حياة لمن تنادي لا حياة لمن تنادي مع الأسف ولو أن نارا نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لمن تنادي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة